الأسباب يا جماعة بتخلي الإنسان يجانب الحزبية ويجانب البدع ويجانب أي ضلال ما يقع في الضلال ويكون دائما على الحق وعلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة أسباب كثيرة لكن أهمها وما أذكره منها واحد الإخلاص لله سبحانه وتعالى لأن ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه القيمة ودائما للإنسان المخلص ربنا سبحانه وتعالى بيعمر له ظاهره وباطنه وكذلك يوفق في كل أمر يقصده لوجه الله تعالى لأنه بإخلاصه يكون الله معه وبالعكس الذي يريد الشهرة والظهور أمام الناس يخذله الله تبارك وتعالى في أصعب المواقف التي يحتاجها هذا الرجل ويحتاج فيها إلى النصرة فيأتيه الخزلان من الله عز وجل يخزن وده السبب والسر الذي يخليه كثير جدا من الدعاة والشيوخ بل وكثير من الذين ينتسبون إلى العلم والعلماء يتساقطوا زي الورق بتاع الشجر الناشف يكون مخدر والناس يشوفوا الخدار ويشوفوا طول بتاعه فجأة ينشف براه ويقع براه يعني يقع في بداع أو يسيب الصحابة أو يقع في كفريات أو يقع في مجاملة لأعداء الله وأعداء الملة السبب في الغالب عدم إخلاصه أو عدم متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام ودي المسألة الثانية المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قال بتكون سبب في حمايتك من الضلال ومن الغواية التزام السنة ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقوله تعالى أصرح وأوضح من ذلك في الدلالة على المسألة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل الصراط المستقيم هو درب النبي عليه الصلاة والسلام والسبل هي البدع المخالفة لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم السبب التالت في النجاء من الضلال الحاصل للليلة إننا ما نفم السنة ولا القرآن إلا بفهم الصحابة ومن سار على دربهم رضي الله عنهم لأنه ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تفين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنين الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا السبب الرابع عدم اتباع الهوى ربنا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله والهوى يتعدد الإنسان قد يتبع هو هو لأنه متعصب ومتحزب لنفسه فالحزبية زي ما تكلموا الأخوان بتكون للجماعات قد تكون للأفراد بل قد تكون لشخصك انتدى متحزب لرايك رايك هو الصواب وراي الآخرين كلهم ولو أتى لو جابوا برايهم وتأدل على رايهم كل القرآن وكل السنة أراهم باطلة بس لأنه دماء رايك عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم لما رسلهم اثنين من الصحابة قال لهم تطاوعاء ولا جنو ولا تختلفاء فالدعوة كدعوة فيها التطاوع في المسائل التي ليس فيها نص واضح أو لم يعلموا فيها نص واضح ده الأصحب نقول وفيها الطاعة للدليل وليس الطاعة للشخص سواء كنت أنت أو كان شيخك أو كان رئيس جماعتك زي ما هو حاصل لنا خامسا عدم اتباع الدنيا أو بمعنى أوضح تقديم على الآخرة أو على المنهج أو على الدين والله بنعرف ناس كان عندهم علم كثير لما ندفع شيخ فلان ودكتور فلان وعلان كان جوا السودان ولا بر السودان وخالفوا الحج وضلوا ووقعوا في البدعة ما بسبب جهل يا جماعة بسبب القروش والدنيا خلي ديك الحزبين شعن نكون واضحين أنا لقدامكم دا في مسجد في قرية من القرى في السودان طلب مني رشح له إمام أنا دا رشح تلو إمام حابص لكذاب الله خلينا من اسمه لأنه ما الهدف إنه هو في شخصه الهدف العبرة والفايدة لينا ما نقع في مثل هذه الأخطاء ولا باطل ماشا قاعد وجيه له موره ما شاء الله ما شاء الله ما محتاج لأحد وزو الخطيب ومفوه وفصيح الشيطان فتح له باب التوسع في الرغية بقنا النسوان داخلات المسجد المسجد تا الرجال وطالعات مرى داخلها زي مستشفى النساء والتوليد مرى مارقة مرى داخلها مرى مارقة والركشات واقفة بره تشيله خزاته بقى راقي دولي محترف فر يودو الغري البيجاي والغري البيغادي والغري البيجاي بعد شوية واصاب وهم الحلة قال المطر ماجه قال لكم صلي صلاة الاسسغة قال يا الله نزل المطر نزل المطر نزلت افتكر نفسه ولي أحب عددك جاب شنو شوف شوف البدحة جابة بسبب الدنيا عجاته من الرغية دي ومن غيرة واحد بيقى يحكي قصص اقرب الاطبقات والضيفان بتاعت الصوفية براو قال انا ما جيد لي يا شيخ صوفي وساحر والراكب في السرير قال قلت له اح قال وقع عشر دقايق في الوقت اح بس ده زولك ذاته خليهم ديك البحيدين الحزبين زولك ذاته شيطان انت قيلو بالشغال مع الحزبيين والصوفية شغال معاك اتزاتك تعذر من الكلام ده شكرا ربنا حذر الرسول يا جماعة من اخطاء ما واجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن حذروا منها لانه من باب اولى هي لانا ولا لما فانت صاحب الخير لابد تحزع والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته انه حتى لو واحد من الافاضي الاخطاء احيانا يقول ما بابلو شنو القوام لكن يذكر الخطأ اشان الناس ايش تنبو انا بذكر ليك الخطأ قال قلت له اه قال غمير وقع عشر دقايق بعد ذلك قال صحة قلت له ليه وقعت كده قال كان حوالين الجن وشيطان انت لما نقول اه الشياطين كلهم جروا ده بيحكيه الزور المحسوب على السلفية ده بيحكيه للناس شان يلمع نفسه جاي يوم صباح الجامعة قالوا ما اتعب قال مزاهرة الليل قلوا في شنو قالوا قد بشاكل مع جني السبب شنو السبب الدنيا جماعة واحد قال هو براه بيحكي قالوا واحد جاب ليه مرض وقال ليه اقره لها فيه شيطان جوا قال قرد مرك طوالي فوق مرض قال قلت له لكن تديني حق عمره وكلمة نحوه قال دا قداني اثنين مليون وابا يديني الباقي قال يا شيطان فرج داخل تاني فالفتنة يا جماعة الحي لا يأمن على نفس الفتنة واعظم فتنة بتجي لس لفين ذاته بالدنيا والنساء النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الدنيا حلوة خطرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اثنين فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في شنوه النساء فالزول من أهل السنة ذاته فيما قال شيخ أحمد وشيخ شهاء ممكن يهجر على البدع ما يسلم عليهم وإي حاجة بيقول لكم بتقدروا ليها لكن والله تجي مرة مرة بالشارع تجي باكات كتير من الناس ليه لأنه دي من أعظم الفتن صاح البدع أخطر من ده لكن دي أسرع وشد بالذات على أهل الحق لشان كده النبي صلى الله عليه محذر من هذه الأشياء ومن الدنيا قال ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها فكما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم فنحن مش الغرض زي ما قال شيخ أحمد إنه نتشف إنه فلان ضل وفلان حصل له الغرض إنه ناخد العبرة ونستفيد من الشر ودرب الشر وهو سلك ومشى فيه وضله عشان ما نمشي بالدرب ده وهذا فقه الصحابة في صحيح مسلم قال حديفة رضي الله عنه تعلم أصحابي الخير من النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمت أنا الشر له مخافة أن يدركني فاستفيدوا من هذا الكلام وكلام الإخوان وجزاكم الله خير في واحد قال عنده سؤالين من قبل المصر قدموا لي أخونا طيفور قال بعض أتباع مختار البدري في كلمة ما قدرت أقرأها المهم يصيرون الشبوات حول دعوة الإمام محمد عبدالوهاب رحمه الله وسمعت أحدهم يقول لماذا ندرس كتابة توحيد لمحمد بن عبدالوهاب ولماذا لا ندرس كتابة توحيد من صحيح البخاري السؤال هل صحيح أن دعوة الإمام تسبب المشاكل شوفي يا ناس الإنسان ما يسمع كلام الضلال ودي الناس ظلل لهم العلم زمان الشيخ النجمي رحمه الله ألف كتاب كامل في هذا الرجل القائل لهذا الكلام اسمه ضحض شبهات المفتري كتاب كامل ووراك أنه رجل تكفيري أصلا كفر حكومة المملكة السعودية ورجل خارجي ورجل مرجي كلها جاب بالأدلة من كلامه ومن النونية الألف هذا الرجل الضال المضل فما تسمع لأي حد يا أخي ربنا قال وما كنتم متخذ المضلين عطضا مضلين عنها للبدع مثل هؤلاء ما تسمع لهم وإياك يغرك الشيطان ويقول لك شيل الكويس وخلي شنو الكعب أول حاجة هل بلغت درجة إنك تميز بين الحق والباطل عندك درجة علمية قدر دي واحد اتنين منو من أصحاب الباطل والضلال بيقول لك الليلة الحصة بدعة وبكرة الحصة سنة منو بيقول لك ده نشرح كتاب الله انتك شاك في كتاب الله تقول لي لا يقوم إذا خل لك البدعة جوا في الشرح يعني أو يقول لك إننا حديث إنما نعماله بالنية لنشرح إذا خل لك البدعة جوا يخلي الحديثات فالزول يفهم شاكد ربنا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره قال الحسن لا يجوز القعود مهل البدعة وإن خاضوا في حديث غيره لأن الله يقول في ختام الآية وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ثم كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبدالوهاب نفع الله به نفعا عظيما رضي هؤلاء أم أبو رضي هؤلاء أم أبو وما غاض هؤلاء إلا لأن هذا الكتاب قد نشره الله عز وجل نحسب لإخلاص صاحبه رحمه الله عز وجل ونرجو له الرحمة والجنة أما قال ليه ما ندرس كتاب التوحيد من صحيح البخاري إتا ما قاعد تدرسه غيرك من اللي هم أهل السنة ولا الحق قاعد يدرسه صحيح البخاري كله بيه كتاب التوحيد فيه بيه كتاب التفسير بيه كتاب الرقاق وغيره من الكتب وبيدرسوا كتاب التوحيد الغايزك ده لمحمد بن عبدالوهاب لأنه فيه خير ونتحدى أي بشر أي بشر كان صوفي كان تجاني كان حزبي كان حركي كان غيره إني جيب لنا باطل واحد واحد خاء من كتب الإمام محمد عبدالوهاب خال فيه إجمع السلف خال فيه إجمع الصحابة خال فيه إجمع الأئمة الأربعة جيبوا لا الليلة ما فيه واحد جديد رصل إنما الكلام زيدا من بر بر وكلامها للطرق وعباد القبور يقول لك مات في الحمام كذابين ولو اتهدم فيه الحمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبي داود قال والمتوفى تحت الهدم شهيد نحسبه ولا نزكي على الله أحد لكن ما مات فيه حمام دا كذب ما كذب أصلا خلاص فكل كلام ما في منهجه أقول لك مات وين أو جابوا يهود ورون من كتبه وهدي كتبه ورون وين وافق اليهود ما فيه دا كلام كذب يا جماعة بس دعا إلى الله ودعا إلى توحيد الله عز وجل دي المشكلة كلها أدعوه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لأنا جزاكم الله خير بارك الله فيكم دا نقدم مشايخنا وإخواننا لكن بس الزمن اتأخر على الناس والناس حقنا بعيد موسخانة يعني نحن ممكن نقعد للصباح لكن الناس الجالسين بيكون الجلسة حر لهم من الزور اللي بتكلم